بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الاعزاء اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في فيديو جديد على قناتكم قناة عالم الزراعة شوفنا في الفيديو الاول لزراعة الكركديه زراعة البزور لحيما بدأ يظهر عندي الكركديه واليوم ان شاء الله بذلها نشوف مع حضراتكم مراحل الحصاد وبيتم حصاد الكركديه بعد سقوط الزهرة بخمستاشر يوم بيكون بنفس الوضع حين هناخد السمرة اللي احنا هنستخدمها في مشروب الكركديه او العناب وهناخد البزور اللي هنزراحها مرة تانية بعد ما بتسقط الزهرة اللي امام حضراتكم تتكون لسمرة بعد خمستاشر يوم من سقوط الزهرة اخد السمرة بتاعتي وبتتاخد السمرة بالمقص بقصها بمقص او بالف السمرة وبتطلع معي بشكل طبيعي ببدأ اخد بمقص زي ما حضراتكم شايفين وقص السمار بتاعتي اجمع السمار اللي عد عليها خمستاشر يوم من سقوط الزهرة. بنفس الطريقة هقدر الف السمرة بتاعتي. تتلف بنفس الطريقة. وبتطلع معي بسهولة مدام ان السمرة نضجت ومدام ان السمرة نضجت وعد عليها خمستاشر يوم من سقوط الزهرة. بعد كده باخدها احطها على ورق مناديل او على جريدة جرنان. بعد ما بتجف ابدأ افصل بنفس الطريقة. عشان اطلع البزرة منها او اقدر افصص السمرة. لو انا عايز اخذ السمرة كاملة اخدها بنفس الشكل. هنا زرعنا بزراء الكركديه بتاريخ تمانية وعشرين اتنين الفين وعشرين. طبعا هو مفروض نزرع بشهر ثلاثة وبشهر اربعة وبشهر خمسة مشكلة ولكن احنا زرعنا بادر يعشان نقدم الفيديو بادر لمحضر يت友زوا اه في آآ زراعات صيفية. اه بعد ما زرعنا بتاريخ تمانية وعشرين اتنين الفين وعشرين حصدنا الكركديه بتاريخ واحد وتلاتين خمسة الفين وعشرين. يعني تقريبا استغرقت تلات شهور. استغرقت السمار يومين لتلات ايام على الجريدة او على مناديل حين ما جفت. وفصلنا السمار عن البزور. وكان السمراء جهزة ان انا استخدمها. اتمنى من الله ان يكون قدام تحضركم على المنفيدة. اتمنى ان الجميع يكون استفاد ولا تنسوا زكاة العلم تبليغه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.